ليه ما نفرحشي والمسيح صالحنا بالقاب مش جيفة ده أنا وسدد الديون عننا ليه ما نفرحشي لازم نفرح ليه ما نفرحشي والمسيح بررنا في المعمودية الإنسان يتولد من بطنه أمه إنسان قديم يتعمد يطلع إنسان جديد نقومه في جدة الحياة مش كده وبس وبعد ما بنا يعمده يدشنه بالميرون نصير أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم ليه ما نفرحشي ويبقى عندنا رجاء ده احنا في عهد جديد بس قال لنا خلي بالكم أنتوا هيكل الله آه من يفسد هيكل الله إيه سيفسده الله فارحينا في الرجاء خلي عندكم رجاء بنتحارب بنتحارب من العالم وبنتحارب من المضايقين وبنتحارب من الشياطين ولكن هذه كلها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا ربنا إدك أسلحة تنتصر بيها معلمنا بولي السلسول كان يقول إيه من سيفصلنا عن محبة المسيح أشدة أم ضيق أم اتهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف من اللي يفصلنا عن محبة المسيح خلي عندكم رجاء فارحينا في الرجاء تقولت بوضيقات اللي احنا فيها أقول لكم الضيقات دي علامة أنكم ماشيين صح لأنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله خلي عندكم رجاء خلي عندكم رجاء الرجاء فضيلة من الفضيل الكبرى اللي قال عنها معلمنا بولي السلسول في كرنسوس الأولى 13 يقول لنا كده الإيمان والرجاء وإيه والمحبة من دوافع الرجاء وعود ربنا لينا ليه ما يبقاش عندنا رجاء شوفوا لوعود دي كلكم عارفنا ده المسيح قبل ما يصعد يقول للتلاميذ إيه لا أترككم يا تاما إني آتي إليكم أنا أمضي لأعدي لكم مكان وإحنا مش هنعيش في الأرض على طول يا رب لا الأرض مش بتعيبكم أنتوا سمائيين أنا أمضي جاهز لكم مكان في بيت أبي منازل كثيرة مواضع كثيرة زي مواضع كثيرة رتب كثيرة يعني الشمس يلبس تنيا بيضة صح والكهن يلبس إيه تنيا بيضة والأسقف يلبس إيه تنيا بيضة ونجم يمتاز عن نجم إيه في المجد أنتوا هتبقى مع المتسربلين بالسياب البيض ليه ما يكونش عندنا رجاء وربنا قال لنا كده سلامي أترك لكم سلامي أنا أعطيكم لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع ملقين كل همكم عليه لأنه يعتني بكم ها أنا معكم كل الأيام وإلى انخضاء الظهر ليه ما يبقاش عندنا رجاء شفتوا لوعود الكتيرة دي كلكوا عارفينها في وعد من وعود ربنا ربنا منفزوش في ربنا خلف وعده في مرة من المرات الكتاب المقدس مليان بالوعود ما وعده ربنا لشعب إلا أحققه على مدار آلاف السنين تقول لنا بسمع العزة في التليفزيون أقول لك تابوا في الكنيسة لما تسمع ربنا بيقول لك إذا اجتمع اتنين أو تلاتة باسمي هناك أكون في وسطهم اللي أحسن تسمعها في البيت ولا تسمعها في الكنيسة والمسيح قاعد في أسطينة جيد أنك تسمعها في الكنيسة وجيد أنك برضه تسمعها في البيت يعني ما فيش ما يمنع يعني بس برضه الوجود في بيت الرب المسيح وعدنا وقال لنا إذا اجتمع اتنين أو تلاتة باسمي هناك أكون في وسطهم